السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم إن شاء الله هنقدم لكم طورة بالحامض كتجي من أروع ما يكون سهلة التحضير وبمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت كريمة سهلة بدون تعقيدات بدون بيض كتجي رائعة كما تشوفوا معي خليكم معي في الفيديو للأخير نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وما تنسوش اللايك وكنتمنى لكم فرجة ممتعة في المقادير كما تشوفوا معي غادي نحتاج كاس ونص ديال السميدة أو سميد الرقيق اللي كانستعملو في البسبوسة وفي الحرشة وغادي نحتاج نص كاس ديال سكر سنيدة أو سكر حبيبات نص كاس ديال زيت نباتية رشة ديال الملح وياغورت بالنسبة لي غاستعمل طبيعي إلي عندكم ديال ماداق الحامض من الأحسن أو لديال فاني غا نحتاج لشوش بيضات حجم متوسط وحامضة تكون شوية كبيرة أو لا ممكن استعملو جوج حامضة صغر كيس سكر بنكهة الفانيلا وكيس خاميرات الحلويات من وزن 8 جرام هدو هما المكونات اللي جدا بسيطة كناخد واحد البول وكنوضع فيه جوج بيضات من الأحسن كونو مخرجينهم قبل من تلاجة حيث دابا الجو بارد باش يلاه يدفاو وغادي نزيد ليهم نصف كاس ديال سكر ساندة أو سكر حبيبات غا ننسمهم بكيس سكر بنكهة الفانيلا اختياري تقدروا تستغنو عليه وغادي نسم كذلك بالقشور ديال الحامض كيعطيه وحد نكهة رائعة خصوصا لأن هاد طارطة أو هاد طارطة بالحامض صافي وغادي ناخد هاد طراب اليدوي وغادي نطراب الكل جيدا حتى نساجم لنا هدك البيض مع سكر ساندة من بعد ما كنخدم مزيان للبيض مع سكر ساندة أو سكر حبيبات وكنحس بهذا الخاليط نساجم وما كيبقاوش هدوك الحبيبات بينين ديال سكر ساندة غادي نضيف رشة ديال الملح لتعديل الضوق لأن الملح ضروري في جميع الوصفات وكنطراب الكل جيدا غادي نزيد ياغورت طبيعي لأنهم توفر عندي فاستعملته ممكن تستعملوا ياغورت بنكهة الحامض أو ياغورت بنكهة الفانيلا وغادي نخلط الكل جيدا حتى نحصل إلى وحد الخاليط كريمي دا غوري في هدو العملية نحركو جيدا جيدا حتى كيولي عندنا وحد الخاليط الليمون نساجم من بعد ما نساجم هدو الخاليط غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتية وغادي نضيف كاس ديال السميدة أو السميدة الرقيقة غادي ندخلهم زيان فادي الخاليط في هذه المرحلة تقدروا تضيفه نصف كاس وكذلك تقدروا تضيفه وربع كاس على حساب السميدة واش كاتشترب وكذلك على حساب البيض واش كبير ولا صغير أنا احتاجه تكاس ونصف كما تشوفوا معايا لأن هذا البيض شوية كبير نحصل على الخاليط بها الشكل هادا غادي نخليه جانبا يرتاح واحد المدة ديال الخمسة دقيقة ومن بعد عاد غادي نضيف ليه خاميرات الحلويات هنا بعد خمسة دقيقة وبعد ما وجدت المول كيما تشوفوا معايا كنا نرجع للخاليط كنا نلقاه تمسك واحد شوية غادي نضيف ليه كيس خاميرات الحلويات من وزن 8 جرام وغادي ندخلها مزيان مزيان في هاد الخاليط نحاولو غير ندخلوها ما نحركوش بزاف باش يبقى المفعول ديالها وكيما تلاحظوا معايا را خليتها حت الاخر مرحلة احتر تحت الخاليط عاد من بعد في اخر مرحلة كنضيف خاميرات الحلويات باش من بعد غادي ندير هاد الخاليط في المول ومباشرة غادي ندخلو الفران فدائما نخليو الخاميرات الحلويات حت الاخر مرحلة باش كيبقى المفعول ديالها هنا كما تشوفوا معي وجدت المول دهنته بالزبدة ورشيته بالسميدة الرقيقة وغادي نصب فيه الخليط ديال هاد البسبوسة هنا ممكن كذلك تديروا خليط ديال كيك لانه تبقى لكم الاختيار انا فضلت ندير السميدة حيث كتبقى صحية على الدقيق الابيض بامكانكم تعودوا هذا كاس ونص ديال السميدة الرقيقة بكاس ونص حتى الجوش كيسان ديال الدقيق الابيض سوف نقذ هاد الخليط هاد في المول كنضربو شوية مع سطح العامل باش كيولي مستوي وكنقذها سوف ندخلها الفران الطيب راكت اخد تقريبا نص ساعة وهذا وشكل دياله بعد ما خرجتها من الفران كيما تشوفوا معي كتتتحمر من التحت وكنخليها حتى كتتتحمر من الوجه دياله وكنخرجها مباشرة غادي نقلبها في صحن التقديم وهي سخونة باش ما يتعرقش لينة في هادك المول صافي غادي نقلبها وغادي نخليها جانبا باش غادي ندوز نوجد الكريمة الحامض كيما تشوفوا معيك تجي دهبية رائعة بالنسبة للكريمة الحامض غادي نحتاج العصير ديال هديك الحامضة اللي خديت القشور ديالها غادي نحتاج القشور ديال الحامض غادي نحتاج تلاتة المعالقة كبار ديالسكر سنيدة نصف لتر حليب وجوج معالقة كبار من بودرات الكريم باتيسير ممكن تعوضوها بالنشا او الميزينة ولكن كريم باتيسير كيجي ألد غادي ناخد واحد الكاسرول غا نوضع فيه مصف لتر حليب بالنسبة لي هادك المول العجيب عندي ما غارقش بزاف ما غاديش نضيف مصف لتر كامل غادي نخلي نقص منه واحد شوية وغادي نضيف ليه ثلاث ملاعق كبار ديالسكر سنيدة قدرو تديرو جوج معالقة كبار لما كتبعو الحلوة كتيرة بالنسبة لتلاتة المعالقة راكي يجيو معتدلين ما كيديش حلوة بزاف وغادي نضيف جوج معالقة كبار ديالبودرة الكريم باتيسير يلا درتو نصف لتر كامل ديرو معالقة كبار عامرين مزيان بالنسبة لي درتهم كبار ولكن ما عامرينش مزيان وغادي نضيف شوية ديال قشور الحامض تقريبا واحد المعالقة صغيرة باش كتجينا هاد الكريمة من السمة وفيها الماداق ديال الحامض واضح وباين كنخلط القلع للبارد عاد من بعد كنوضعهم على نار هادئة او متوسطة مع التحريك المستمر من الاول حتى الاخر حتى كتعقدلينا هاد الكريمة هادية وكتتماسك كما تشوفوا معايا وكنبقى كنحركها مباشرة كنحيدا من فوق البوطة وكنضيف ليها العاصر ديال هديك الحامضة وهنا خصنا نكونوا سراع وودينا خفيفة ونحركم زيان مزيان مزيان حتى كندخلوا هادك عاصر الحامض وسط هاد الكريمة هذي والكريمة باقة سخونة ومباشرة غادي نخويها في هاد البلاسة هذي ديال هاد طرطة هذي ديال المول العاجيب تقدرو كذلك تديروها في مول عادي ماشي بشرط يكون هاد المول العاجيب صافي كما تشوفوا معايا وغادي نضربها واحد شوية مع سطح العمل وغادي نخليها حتى غادي نتفقد هذيك الحرارة ديالها ومن بعد غادي نزينها بشرائح ديال الحامض باش نديرو تذكير بلي هاد طرطة رها ديال الحامض ومن بعد غادي ندخلها لتلاجة باش تشد راسها وتماسك اكتر على الاقل ساعتين باش كتجي متماسكة وكتجي زوينة هناك ما تشوفوا معايا الشكل ديالها بعد ما دوزت تقريبا ساعة لاروب في التلاجة باش نشاركها معاكم انتوما مل احسن خليوها ساعتين باش كتتماسك مزيان مزيان غادي نقسمها باش تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل كيما تشوفوا معايا رائعة كتجي زوينة كنقطعها بهذا الشكل هادا وهذا الشكل ديال طورتة كيما تشوفوا معايا كتجي من ارواع ما يكون رائعة لديدة منعيشة ما داق الحامض حاضر فيها كتجي زوينة بزاف تفرحوا بيها اوليداتكم وعائلتكم انا متأكدة الا جربتوها هتعجبكم بزاف بزاف ورف بلاستها ما كتبقاش كيطيروا بيها كيجي زوينة بزاف كنصحكم انكم تجربوها بهالطريقة هادي سهلة ورائعة كنتمنى وصفة اليوم تكون نلت اعجابكم وانتلقوا ان شاء الله في الفيديو جاي خليتكم على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة